السلطات الأردنية وضعت إجراءات أمنية احتلاذية جديدة لضمان أمن حجاجها وغيرهم من المارين عبر معابرها الحدودية مع المملكة العربية السعودية تضمنت الإجراءات تعديلا طالط طرق التقديم للتأشيرات والجوازات إضافة لبصمة اليد والعينين والأساول الإلكترونية التي لبسها الحجاج وفرضتها السلطات السعودية إجراءات أمنية تقنية جديدة استخدمت على الحدود الأردنية السعودية منها بصمة اليد والعينين للحجاج لتكون الأردن الدولة الأولى التي أدخلت حجاجها في المسار الإلكتروني لا أعتقد أن داعش يستطيع أن الحدود السعودية الأردنية يستطيع أن يعبر هذه الحدود بحدود 800 كيلو الإجراءات التي تمت أيضاً الحدود من البصمة للصورة الإلكترونية هذه تخفض من احتمالية تهديد داعش لكن ليه شيء مخيف هو الداخل العبارة عن العمليات الذئاب المنفردة أو الخلايا النائمة هذا ما يخيف وأعتقد هؤلاء متابعين بشكل حثيث من الجهات الرسمية أعتقد بالسعودية والأردن بشكل حثيث ومعروفين لدى هذه الأجهزة 5600 حج أردني شاركوا في موسم حج هذا العام وتتولى وزارة الأوقاف الأردنية ترتيب شؤونهم جميعاً فضلاً عن أن الحجاج الفلسطينيين من أراضي 48 الذين وصل عددهم إلى قرابة 3600 حاج عبروا إلى الديار المقدسة من المنافذ الحدودية الأردنية السعودية الإجراءات الجديدة صارت يعني رجعوا زي ما تحكي عملوا بصمة جديدة للكل حتى اللي إله سابقة بالبصمة فالكل بصم الكل أخذت صورة لعينه اللي هي بتتاخذ فيه منها مكاتب في عمان هنا ممكن يعني يعملوا إجراء يصيروا يسهلوا على الناس تأخيرهم على الحدود كما خارج الحج الرئيسي اللي هي حالة عمار صار فيه أزمة كبيرة على الحدود لكن إجراء روتيني بالحج أنه يصير هذا لغيات أمنية هي أكثر من غيات عملية زي ما تحكي من المكاتب أيام معدودات جمعت قرابة مليوني مسلم من كل أسقاع الأرض في بقعة واحدة في المملكة العربية السعودية تحديات جم واجهتها السلطات السعودية لتنظيم هذا التجمع الديني بيسر وأمان وكان أبرزها التحدي الأمني لا سيما مع تصاعد التهديدات الصريحة المباشرة بتخريب هذا الموسم إجراءات أمنية مشددة أدت إلى ازدحامات على المعابر الحدودية لمسها الحجاج الأردنيون والفلسطينيون على تلك المعابر لقناة الآن أنا سليحياري عمان